موسيقى 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 حقيقة لو بتيجي ببص على امريكا اليمين دول هتلاقي حاجة غريبة جدا البيت لابياد اعلن ان مفيش تباعد اجتماعي تاني جو بايدن طيع من جير ماسك وقال لك على فكرة بقى احنا هنرجع نسمح بالتجمعات مفيش تباعد اجتماعي مفيش اي حاجة الصحفيين يرجع له ببيت لابياد المرسلين يرجع له مؤتمر الصحفي مع جيم باسكي ويعودوا بقى يتكلم معاها بقى اعداد اكتر من الاول يعني قبل كده كان عدد محدد من المرسلين والصحفيين بيحضر مؤتمر الصحفي ده المراضي هيزودوا بقى الاعداد دي ده يدل علي ايه؟ ده يدل ان دي رسالة لكل المجتمع الامريكي ان امريكا هترجع الى ما قبل الكورونا هنرجع بقى حياتنا العادية تاني ونفتح تاني ومفيش مسكات ومفيش اي حاجة وبين مناسبة البيت لابياد الحقيقة ان صحيفة نيويورك تايمز بتصرطلك الدوق على حاجة مهمة جدا اللي هي ايه؟ تقولك على فكرة كان فيه موقف وعلى فكرة الصحيفة هنا بارعة في وصف الموقف ده تقولك كان فيه موقف اللي هو المؤتمر الصحفي اللي هيطلع فيه جو بايدن يعلن نجاحه للتوصل لهدنة بين الاسرائيليين وفلسطينيين نيويورك تايمز توصف لك المؤتمر ده تقولك ده كان مشكلة كبيرة جدا ليه؟ تقولك الفريق الرئاسي المساعد لجو بايدن انقصب فيه ناس قالت لك لا ما يطلعش دلوقتي جزء من الفريق ده قالك لا هو عيطلع دلوقتي ليه؟ قالك على فكرة الهدنة دي سهل جدا تتكسر فلو جو بايدن طلع وقال ان فيه هدنة ممكن الاسرائيليين يضربوا في فلسطينيين او يكملوا خاصة ان جو بايدن كلم بنيمين نتانياهو عشان يوصل الهدنة دي ست مرات والراجل مكمل فمعنى كده ان نتانياهو ممكن برضو يكمل مش بس كده فلسطينيين نفسهم ممكن يعندو ويكملوا برضو احراجا لجو بايدن الفريق التاني قالك لا ده يطلع دلوقتي ليه؟ قالك ده لو جو بايدن اعلن وطلع في المؤتمر الصحفي قدام العالم كله واعلن توصله الهدنة ده اكتر رسالة قوية للطرفين اللي هو احنا رعيين الهدنة دي والهدنة دي برعاية امريكية ويا بنيمين نتانياهو خلي بالك ويا حماس خلي بالك ان احنا اللي مسؤولين عن الهدنة دي فيقولك ان الفريق الاخر المصر على ان جو بايدن يطلع هو اللي كسب قالك فيه مشكلة تانية جو بايدن يطلع قبل الهدنة ما تدخل حيز التنفيذ؟ ولا يطلع بعد الهدنة؟ ما هو ده سؤال تاني بقى وبرضو هنا انقسمت قالك لا ده يطلع قبل الهدنة والفريق برضو صاحب الفكرة دي قالك يطلع قبل الهدنة عشان يبين كوته والحية هنا ترجع لصحيفة اسمها فورين بوليسي او موقع اسمه فورين بوليسي اللي انا بعيزه جدا فورين بوليسي قالت لك على فكرة الهدنة دي هشة جدا ليه؟ لان اسرائيل تعتبر حصلتش عليها اوزان يعني اسرائيل في الهدنة دي تعتبر فيه نوع من الانواع الهزيمة دي هدنة بمعنى كلمة هدنة انما مش تفيت سلام الطرفين ماتتفقوش على حاجة وكل الاسباب اللي تؤدي لانهيار الهدنة دي موجودة او ان الهدنة دي ما تكملش مازالت موجودة الهدنة دي هشة لأقصى درجة ماشي؟ امشي بس معايد انا هقولك حبة كلام فالحية ان جو بايدن بعد ما الفريق الرئاسي كله اجتمع ان هو لازم يطلع ويطلع قبل اعلان الهدنة بساعة ده اللي حصل وبدلهم كل تلك الجهود كان لدينا نقاشات مكثفة ساعة تلوى الاخرى ومصر وسلطة الفلسطينية ودول اخرى في شرق الاوسط عملت على مساعي لوقف هذا العنف انا اعبر عن امتناني للرئيس السيسي وكذلك للمسؤولين المصريين الذين ضعبوا دورا كبيرا في هذه الدبلوماسية حيات جو بايدن المطلع في مؤتمر الصحفي ده شكر بن يمين التانيهو وشكر المصريين وشكر رئيس عفتاح السيسي وطلع في منظر منتصر والحقيقة ان بعد مؤتمر الصحفي ده ما خلص الصحف الامريكية بهدلت جو بايدن بص بقى بهدلوا بهدلوا يعني منهم مين منهم صحيفة اسمها نيويورك بوست نيويورك بوست دي صحيفة مش مع البيت لابيد ومش ضده قوي يعني يعني ما اعتقدتش انها وقدة الفكر الهجومي على جو بايدن مش قوي يعني الصحيفة دي طلعت تهاجم جو بايدن وقالت له على فكرة انت بتدعي دور البطولة في الهدنة دي ونسيت ان المصريين هما اللي حصلوا عليها او ان انت بتسرق الدور المصري على فكرة الصحيفة في المقال بتاعها هجومي لأقصى درجة ومش عاوزة تنسي بالفضل لجو بايدن ورحي اقلل الصحيفة هنا بتذكر لك موقف مهم جدا تقول لك على فكرة فيه مراسلة لشبكة اسمها ان بي سي الشبكة دي مراسلة بتاعتها سألت جين باسكي وقالت لها هي الحرب مازالت مستمرة في غزة عشان جو بايدن مش حاوز يكلم الرئيس المصري يعني فتاح السيسي او يكلم مصريين فقالت لك ان جين باسكي اللي هي متحدثة باسم البيت الابيض او الادارة الامريكية اطلخبطت وقالت لا لا دا احنا بنعمل معاهم على قدم الوصاق وهنا كانت اشارة للمصريين يعني دا اللي مكتوب بالزبط رحي اقل الدور المصري جو بايدن مينفعش يخفله هم مينفعش بس تنحصر الكلام او الكلمات على كلمة نشكر الرئيس السيسي خالص انت يا باشا مش تشكر فقط لا دا انت لازم تبدي الندم والاسف اللي انت عملته ليه رحية لما تيجي ببص هتلاقي ان جو بايدن عكس اي اقدارة امريكية سابقة ازاي على حسب واشنطن بوست بتقولك على فكرة جو بايدن لما جيه مكلمش الرئيس هفتاح السيسي على طول دا قاعد 3 شهر عشان يكلمه عكس دونالد ترامب دونالد ترامب تالت يوم قام بتكلم الرئيس هفتاح السيسي جو بايدن قالك لا مش هكلمه وده يرجع للتغريدة اللي كان قادلة بيها او كتبها على تويتر ايام حملته الانتخابية اللي هدد فيها الرئيس هفتاح السيسي فجو بايدن كان عاوز ياخد منظر كده او موقف مختلف تجاه الرئيس المصري الحقيقة لما تيجي ببص على موقف ده هتلاقي حاجة غريبة جدا هتلاقي ان جو بايدن مكانش عاوز يكلم الرئيس هفتاح السيسي وده كل مرة اللي بقوله لك بس غريبة هنا ان المكالمة دي مكادش مكالمة عادية يعني المكالمة دي غير اي مكالمة اجراها جو بايدن باي رئيس تاني ازاي؟ لما تيجي بص مثلا ايه المكالمة ايه اللي اجراها جو بايدن مع اردوغان اول مرة كلمه على ايه؟ كلمه وقال له على فكرة انا هعترف بالارمند بلاش؟ لما اكلم ملك سلمان كلمه وقال له على فكرة انا هفرج عن تقريج السيسي ايه؟ المرة دي المكالمة دي مع الرئيس هفتاح السيسي كان طلب شوف بقد ايه؟ يعني هو اصلا جو بايدن لما بيكلم حد بيفرض عليه عقوبات فبيبقى عاوز يمهد له صح؟ ده اسلوبه خاصة للحد ده هو ما بيحبوش قوي يعني مثلا انا بتكلمش على قادة اوروبا اكيد هو اكلم قادة اوروبا بشكل كويس وما كاش عنده معهم مشكلة سانا بتكلم حتة جو بايدن لما بيكلم قادة الشرق الاوسط تمالي بتبقى وراء المكالمة دي كارسة وبصيرة المرة دي المكالمة بتاعت جو بايدن كان طلب من رئيس هفتاح السيسي اللي هو ايه؟ وقفلنا الحرب دي بقى وقفلنا الحرب الحقيقة هنا ترجع على صحيفة اسمها المونيتر المونيتر على فكرة بتقولك ايه؟ بتقولك Madonna دور مصري في الهدنة بتاعت جزة او الحصول على الهدنة بتاع الجزة دي جير اي وقت صادق وبيص على مصر قبل الهدنة دي وبعد الهدنة دي لقيتلك ان مصر رجعت في صدارة السياسة الامريكية في الشرق الاوسط يعني مصر المرتبة بتاعتها او مكانتها في الشرق الاوسط بعد الحرب بتاعت الجزة دي ارتفعت جامد جدا وامريكا او الجيادة الامريكية تيقنت انها مش هتعرف تتدخل في الشرق الاوسط كله مدول مصر مينفعش تحرك هتحرك تروح فيه لازم تستعين بمصر في ملفات كتيرة جدا خاصة الملف الاسرائيلي فلسطيني وهنا تبص على ابن نتنياهو لما جيه وقف الحرب قالك ايه قالك احنا وافقنا على المبادرة المصرية مقالش الامريكية مقالش القطرية مقالش اي حاجة مع احترامي لكل دول بس انا بتكلم دول المصري ممكن يجينا عندي ده العدو بتاعك اللي هو نتنياهو قالك انا قبلت المبادرة المصرية كان على فكرة ممكن يتجنب الحتة دي مكانش يذكرها انما زكر الحتة دي في نفس الوقت يوم ما مصر قالت فيه هدنة فلسطينيين نفسهم اكتزموا بيها فانت عندك هنا دولة ماينفعش تتحرك من جارها او ماينفعش اللعبة من جارها وهنا برضو ترجع لصحيفة وول ستريت جونل وول ستريت جونل هيه بتقولك ايه بتقولك على فكرة المصريين لما شافوا جو بايدن بيتعامل كده بنوع من انواع الجفاء ومكلمهمش اتعاملوا معاه بنوع مقابل اللي هو ايه مغيروش سياستهم ما اتخذوش اي نوع من انواع التغيير في اي ملفهم خالص اتعاملوا كأنهم زي ما بتعاملوا وجيه الرسالة مهمة جدا للإدارة الأمريكية اللي هي ايه يوم ما هيحصل حاجة في المنطقة هتحتاج لنا وهو حصل لحرب بتاع الجزة خلت بايدن يلجأ للرئيس عفتاح السيسي ويكلموا هو مرغوم عن مكالمة لتحول خطير واللي بيعترف لك بكده مين صحيفة امريكية وول سريت جونل انا مش بكيب لك صحيفة بما تحت السلم وول سريت جونل على فكرة وول سريت جونل دي مقربة من مخابرات الامريكية يعني تمالي كده الصحيفة دي بتذكر حاجات زيادة عن اي صحيفة تاني وبيلجأ لها كل مواقع العالمية يعني اي موقع اخباري لازم يلجأ لول سريت جونل دي مقربة جدا ترجع تاني هتلاقي من الدول المصري فعال لغاية طب ارجع بقى لسكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية بتقولك ايه بتقولك على فكرة مصر من اول مقامة الحرب دي وهي تدخلت بشكل جاد دي غير اي دولة تانية بعتت وفد لحماس بعتت وفد لإسرائيل وقعدت تدخل في الموقف ده بشكل كبير جدا وحاولت تحصل على هدنة باي شكل يعني ضغطت بكل الطرق عشان تحصل على هدنة رحيها هنا ترجع للامريكان بيفكروا ازاي في الموضوع ده هنا برضو ترجع للنيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز هنا بتقولك على فكرة الموقف الامريكي اتجاه القضية الفلسطينية بيتغير ازاي؟ قال لك ادارة جو بايدن عاوزة تطلع من حتة حماس دي يعني كده كده الامريكان مش هيرفوا يتكلمه مع حماس لان هما اعترفوا بحماس منظمة ارهابية او ادرجوا حماس على منظمات الارهابية فما ينفعش تكلمهم معا ده اولا جو بايدن ادرك الحتة دي وقال لك ايه؟ قال لك ما هو اصل لما كانت فتح مسيطرة على فلسطين كان لنا كلام؟ شكلة ولا ايه؟ في احنا دورنا حاليا نقوي حركة فتح او منظمة فلسطينية ونحاول ندعف حماس على قد ما نقدر بحيث ان احنا يبقى لنا منفذ للكلام وده اللي هتشوفه في سياسات الامريكية او سياسة جو بايدن تجاه محمود عباس دلوقتي هو بعت له مبعوث تكلم معي في ظل الحرب دي ونفس الوقت عاوز يفتح قناة الاتصال اكتر مع حركة فتح عاوز يقوي حركة فتح بشكل اوب اخر بحيث ان حماس متبقاش هي من متصدرة المشهر وميبقاش قرار الفلسطينيين مع حماس يبقى مع فتح طب لو حصل كده ممكن نقلل من الدور المصري شوية اهو فكر؟ يعني فهم ازاي؟ هو الصحيفة هنا مش بتقولك عالدور المصري بس انا بقولك عليه لو لجع حماس من الدور الفلسطيني وهو له كلام مع فتح حنلاقي مخرج شوية حنقول لي فتحة هدي متهديش هنا في رد عن مقالة دي عشان احنا في الاخر مش بصمجية يعني يعني احنا مش بتجيب المقالة نقراها كده وخلاص لازم ترد برد هي مش فتح كمتصدرة المشهد مش كده ولا لقى يعني مش فتح كتهية اللي في ايديها كل حاجة في فلسطين كانوا بيلجأوا المين؟ مش لمصر برده يعني في عز ما يسأل على فاط كان هو مسك فلسطين كلها كانوا بيتكلموا مع مصر برده كانوا بيطلبوا وساطة مصرية ماينفعش الحركة اللي انت هتعملها دي وتقوي فتحه وتدعى في حماس مش هتجيب نتيجة خاصة ان اسرائيل اصلا من 2007 وهي محاصرة قطاع غزة على امل انها تدعى في حماس ماشي؟ يعني هي السبب الرئيسي تحصار قطاع غزة اضعاها في حماس باي شكل على فاكرة انا هنا مش بشيد بحماس خالص انا مش دعوه بحماس خالص سبب الكلام عن موقف المصري وده اللي انا عاوز اركز عليه الحقيقة ان الموقف المصري قدار معركة دبلوماسية على اكمل وجه وخلى العدو والحليف او اللي احنا بنقول حليف اللي هو امريكا يعني يشهد لك كل الناس عرفت ان انت دورك قوي جدا ان انت دورك حيوي في المنطقة الاقصى درجة وده انتصار دبلوماسي كأنها حرب بالضبط بس من غير اطلاق رصاص ولا بنادق ولا قنابل ولا حال حرب دبلوماسية وكل ده من كده ما تخسر حاجة والحقيقة ان انت فيه مشهد هنا لازم تشوفه اللي هو ايه ازاي برضو المشهد في مصر اتغير تجاه حناس او تجاه فلسطينيين في بعض من الوقت احنا كنا بنشوف الناس اللي في قطاع غزة مش كلهم بس جزء منهم خاصة حناس والناس دي كنا بنشوفهم اعداء لنا لما كانوا بيدعموا الاخوان لما كانوا بيشيروا بعلامات رابعة بكل المظاهرات بتاعتهم ويرسلوا صور وحاجات زي كده مش بس كده لما كنت بتشوف ناس من ولاية سينة او داعش او كده على فكرة داعش في الحرب بتاعت غزة دي كانوا بيعملوا كحك يعني عملوا صور وهم بيعملوا كحك دول الراحين يدفعوا على اضافة فلسطينية بيوروك طريق عمل الكحك ما علينا فانت كنت شايف او رابط بين حماس وداعش دلوقتي المشهد ده بالنسبة للمصريين تغير مية وتمين درجة ازاي بص على كمية المساعدات اللي مصري بترسيلها لحماس حماس وغزة ما يا حماس شئة امقى بيت هي اللي مسكها غزة بص بقى على كمية المساعدات اللي مصري بتعملها لقطاع غزة الله تشكر يا ريسنا وتشكر خيرك على كل الناس خيرك على كل الشعوب بص العربيات كانت تجير احراف مستين هذه عربية اعادة اعمار مساعدات قوافل انت شفت القوافلة المصرية كبيرة اوي ازاي؟ اوي ما شاء الله يعني برغم كل ده انت عمل ترسل مساعدات وعلى فكرة في مصريين دلوقتي بيتبرعوا لفلسطينيين او لغزة بالذات كل ده بيوريك ان المصريين العقيدة بتاعتهم او فكرهم اتغير تجاه غزة والعكس صحيح في غزة برضو فكرهم اتغير تجاه مصر شوف المشهد في 2013 كان ايه؟ وده اللي قلتولك في الفيديو اللي فات بص على حماسكت بتفكر في مصر ازاي في 2013 وبتفكر دلوقتي في مصر ازاي في 2021 انت انتصرت في كل الملفات وده يدول ان انت ان شاء الله هتنتصر في اخر ملف اثيوبيا على فكرة بالمناسبة خبر كده عماشي اثيوبيا بعت التعزيزات للحدود بتاعتها خبر كده عماشي انها تقترب في الاخر يارب اكونش راح تلك الموضوع بشكل مبسط ارفع راسك فوق انت مصري وبتنتصر يارب انتصر مصر وتحيا مصر السلام